اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينة جئتنا بالخير دينة يا ختام المرسلينة يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول صدف أنا لم أكن أدخل أدخل ما سيقول هو قل التقليد ولا تمتت من أدخل وأدخل ما أخرج الصوت من الأنف للأسف بأي كلام أستاذ يسين الباور القوة لازم يتغزى شوية يأكل ده مهمة ويحسن فيه ضعف الصوت والأكل فرصة بقى نقول للمنشدين الأكل دكتور طه قبل الإنشاد ولا الأكل بصفة عامة لا التغزية عموما أما أقول للقارئ أو منشد اتغزى كويس أقول للولد في السن وكده اتغزى أبوي يقولي ده كل يوم بنجيب لحمة وسمك وكأن الغزاء توقف على البروتين لا معنى التغزية يشوف الجسم محتاج إيه الخضروات يحتاج أهم شيء الميا النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك عشان نزلت الحجاب الحاجز لنما أكل وقال نشد بعدها لا صعب الماعدة بتاخد ساعتين من ساعتين إلى ثلاث ساعات في الهضم يعني أبقى أكل قبلها بثلاث ساعات فأقول أي نوعية أكل أي حد يقولك على نوع أكل بيزي صوتك ما تصدقوش لأن الأكل ليزي صوت شكراً دكتور طا عبدالوهاب هنروح للأستاذ عبدالرحمن الجبرتي أنا ما عندي أي إضافة على كلام الأساتي لأهل وفو كفو شكراً أستاذ عبدالرحمن الجبرتي هنروح للسيد أحمر الطلحي الصومال وأهل الصومال كم وديت أني أسمع شيء من ألحان أهل الصومال سمعتهم مرة في المملكة البريطانية المتحدة وسمعت منشدين من الصومال لهم مذاق عجيب ولهم ألحان وأنغام عجيبة جداً 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 يعني حقيقة مبهجة وأظن حتى عبر وسائل السوشيال ميديا انتشرت مقاطع كثيرة لأطفال صوماليين كيف يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هو لا يزال في مقتبل عمر أكيد سيتعلق بإرث البلد الذي هو يعني نشأ فيه أو جاء منه يعرف أكثر مقامات وأنغام يعرف أكثر بدي لانغوج ولغة جسد يعرف أكثر وقف وابتداء يعرف أكثر حضور وإحساس إن شاء الله يعني أتمنى نشوفه في القريب العاجل نجم من نجوم الصومال كم تحتاج هذه البلد إلى مداح الرسول صلى الله عليه وسلم وأتمنى وأرجو الله عز وجل أن يكون هو هو من هذه البلد الطيبة المباركة